السلام مشاهدين من قناتي العزاس كديري لبنات لبس عليكم أمركم يعنيا كديري بصوتي كنتم من يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال شوف رمس في الناس جديدة للضافة القناة واللي معي دايما المهم غير شارك معكم البنات هذا روتين هذا دي اليوم الأحد واليوم على المهم الأحد نط شوية بكري ضربتنا الفيق على البنات جبعت الوقفة ونط بكري مع البارح كنت مبرمجة في عقلي أمني غنض وغضي من الصيب غنعجل الخبز باش نتهنا ممقاش نشاري من الزنقة المهم قلت نشارك معاكم نحفزكم كيفما تنتو ما كتحفزونا المهم هنا اياه دقت هذا الدقيق داك البيض ودقت الفينو واللي عندي ودقت واحد كوي ستين الحليب وواحد شوية العسل تقريبا وحد المعالقة العسل وشوية الملحة والخميرة بالنسبة للخميرة البناتنات لناخدك العادية يعني كنا ناخدك النص باكية ولكن معنا كنتش كان عجل بزيف كتبقاك كتتغمل شحن مراري لحتى دك شيراش خديت هاد الصاشية هادو هكا يا صغير ورين يعني ناسبوني بحالك خديت دك زجو الصاشيز قلتي اللي عجلت ونحتاجتو منلقاهم ايو المهم ان شاء الله نتمنى والأي ما تجي يمقى ونعجنو ونعاولو شوية على راسنا انا اخت كومرا هرا العجي نارا ما تناجينش صراحة بزيف يعني اغلبية تشري من الزنقة ايو المهم دابا قلت نحيد العقز ونبقى نعجن الخبز المهم هدا رادرتو في الماكينة يعني نتاج مزيان في العجانة بالموية هكا دافية ونجبت هاد الفريش هادا البنات هاد الفريش تهو كنت هاللي خديت ديك الخامية هاللي تقديت ديك الخامية المهم تقديت هاد تويب هدا وتقديت حتى واحد توب اخر اقتوش حال قيتو قولوش حال قبطتو يبت زوين يلقيتهم بعشرة دراهم خديت جوج المهم هكا ينفعوني لتقراس مخنقراس عليهم هدا تكون عندي دا كتوب الحمار كان عندي شحال هادي وليحتو والمهم دابا قدرت هدا اللي كنت خديت داك النهار من الجوطية صبنتو في الماكينة وفرش كي يشعلو زوين المهم انتو من البناتو كبير فرشتو بحالة كازلية العجينة كاملة صريح تغير فوق البوتاجي وهنا صافي غالي نجيبو احد المالدة وعادي نغطى العجينة ونخليها ترتاح وصافي هادلوقيتها اللي كانت الخوز كاتخبر دست الهنا اللي بناتو قلتني صايب كنت كان فكر واش ندير بسبوسة ولا ندير البانكيك كل هذا المهم كتبقى يتفكريش اللي غادي تكالي به السيمانة المهم صافي فكرت قلت دير واحد الكيكة يعني عادي يا را فايتلي شاركتها معاكم المهم هندرت هاد الكيكة اللي بنات فيها ثلاثة ديال البيضات فيها كاستيال السندة معا مارش فيها كاستيال السيت معا مارش واحد فانية ووجوش خمارات وثلاثة ديال كيسان ديال بقيق بالنسبة لبنات العبارات الكاست العين فانا ما عنديش عندي غاوحد الكويسات الصغار اللي مهم قضيت بيهم وصافي عيني ميساني المهم هندر واحد الكيكة راكيف مما جات المهم غادي ياكلوها ما غاديش نشيف من الزنقع المصافي هنا البنات خلط كل شيف العجانة وهنا المرأة الثانية بدلت داك الكاس ديال العجانة كينا واحد واحد اللعيبة كتعجها للخبز وكينا واحد الشبيكة دير ربحي الشبيكة هديك اللي كتخلط الكيكة وحيدت هديك وعاد اركبت عاوز هذه هدي باش تخلط ليا الكيكة وهدي البنات افطورة دباء شحال هدي وعدي هدي العجانة ومع مرة خدمت هديك اللي كتك الشبيكة ديال الكيكة اول برة وخا كنت كندير الكيكة كندر عبدك الضربة ديال يد واليوما قلت علاش ما نخدمها اشان هي جاية مع العجانة وذلك الشي والصافي عيني كتبها لكم هنا بحش شبكة كبيرة كتركب احليت هديك بالشوية وركبت هديك ها صافي ها هي وخدمت لي الكيكة البنات من دك الشرفيح والله هاي لانا كنت احاطها والله عمري ما خدمتها وصافي خدمتها وهنا دكت الفران يسخد حدايا وخليت تتخلط الكيكة ومشيت جبت دك المول اللي عندي وفرشت لي دك الكاغت ديال الكوزينة المهم ذاك الكاغت ديال الطبخرة ناخدوها بعد الموين خمسة دراهم داير خمسة داير يمكن عشرة دراهم وعامر ذاك الرولو تدوز ليها بالسفت ينفع نيتها بعد المرة تدرك تشي صندويش اللي نتنغلف به كي نفع وصافي المهم هنا قبضت هاد الكاغت ودهنتوه بشوية زبدة ورشيته بشوية البقاق وهنا كبيت الكيكة وهنا غدي ندخلها للفران وغادي ننزينها بوحد شوية اللوز اي فيلي كان بقالي من ذاك المرة وصافي وحنا حصلنا على واحد الكيكة المهمة طيب وغادي نقطعها كطرايفات ندرك شي طويسة ونخليها تنفع ومش مبقاوش من كل ساعة غادي نزنعقية وانا اصلا البنات شوية بعيدة علي الباتي سريم للك الشي إلا بغيت نشري شي حاجة رخاص نينمشي واحد المسافات وصافي المهم ما الخير ديت بعدن العلية باشتنا مبقاش نشتغل منزنقع وصافي المهم ما هاد الكيكة غادي ندخل الفران انا البنات بالنسبة الفران عندي راه تقريبا لباشي سبع سنين لي وباقي خداب مزيان والمهم الماركة ديلو دي ماتا شاركة معاكم دونوا وخداب مزيان انا كنت فاش قديت البوتاجي كتبا قندر ذاك الفران اللي تيجي من دفون في البوتاجي تيكن تحت البوتاجي ولكن هادا باقي عندي يعني مزيان وباقي خداب قلت ما كيلاش تضيعه خليته انتو ما تيجيب الكيكة زوين انا دخلت الكيكة خلي تغيل تحت شوية وطلعتها الفقصة ووجات مزيانة بحالاك غيب نسبة الفران اللي بنتلعصبني في انا ديك البوتان الفقالية ديالو ومعاكم نرحلنا ودك الشي ضاعت ليه ودابا ديك الحرارة اللي مضبط عليها هي اللي فيه يعني كنت حسبيه بحيلة ناقص شوية خصوية يزيد اسخن شوية المهم تنشوف كيفاش ندري نقاد ديك العيبة ديالو الصعفي وهنا قطعتها البنات بليك القطاع علي القصبر سهلات عليا المهم شوفوش حالي الطريفات جاو هنا بينتلكم وقالة شوية بقى بعيدة المهم قبل ما نخبز الخبز راني رجعتها وثاني حمرتها شي شوية المهم جات الكيكة زوينة وهنا بها دلوقيتها اللي خرجت الكيكة البلات بلي الخبز صفي بدا تيخبر معا غطيته بواحد المالطة غطيته بواحد المالطة المهم بلي الخبز هنا بدا تيطلع وغدي بدأ الخبز المهم راكم عارف من خوتي الفران ديال الطوانة عندي شوية كتلكم الحرارة هذي روان ضبطها شتقيل شوية والمهم يعني كو كان عندي فران كبير بسايف حالي الوطاقاس يعني غدي ندخل هاتشي غيجوش خبزات صفي سارية مهم بقيتها لبنتها لبنتها تعذبني شوية مهم كان ديجوج بجوج ثلاثة بتلاثة بحركة تفكيت الخبيز وهنا ناخت كومرا دي فقط بكري يعني معا هذيك معا هذيك السبعة راكنت فايقة مهم 9 دونس لقاتني خبز تساريت خبز ودرت الكيكة وكل شي والمهم هذي الخبيز ديالي قبل وعلي ناخت كومرا ما تنعجنش بالساف وقبل ما نفتح القناة هذي سينين فاش كنت يوميا يوميا الخدمرة ما قدش كنعجنش بالسافة شربع سنين ما عجنت والمهم ده بقبلوا لي على الخبيز ديالي المهم هو هذي ما عرفش انا في الفيديوات اشوفوا الخبز كي يكون محمر بزيف المهم اننا را هكا جا يعني الخبز دركت دقائق ديال ميمونة ومتمورة الفين وملكا ناخد من بيم وقرر سوم زيان يعني مجاش طالع بزيف فيه ديك البابة بزيف جا خبز عادي المهم هنه قد نخلي حتى يبرد المهم هنه قد نخلي حتى يبرد شوية ومن بعد ما عنديش ذات البلاستيك البلاستيك البلاست ما بقى عليهش المهم غلفتو عب هذي بابي السلوفان بحالها كيا غلفت كل واحدة بوحديته وغلي ندروم في الكونجيلاتور التحت شكرا لمشاهدة الويديو سيلا مصخي تشبيكم وملقاكم في فيديو شيء باي باي